نقطة مهمة جدا يا دكتور أو يا بش مهندس عفوا أنه هل أي شقة أنا بختارها في حدود الرقم المحدد داخل المبادرة فأي مكان أنا بختاره بتدخل ضمن المبادرة دي ولا فيه شروط للمناطق أو فيه شروط لشقة معينة بمواصفات معينة يعني يقول لنا كده القصة دي دي نقطة مهمة جدا يعني أحيي حضرتك على الاستفسار دوت أكيد هيفيد ناس كتير طيب أنا لو عايزة أخد شقة في السحل الشمالي في قريسة هينفع لا ماينفعش أنا عايزة أخد شقة على البقر ماذا أنا عايزة أخد شقة ليس أنا أخرى دلوقتي لا في التمويل العقاري ده ماينفعش إلا سكن فقط ليس حاجات مصيف أو حاجات ساحلية أو الكلام ده طيب حضرتك بتقولي في أي مكان آه أنا أخد أخد تمويل شقة في أي مكان بس لها شوية شروط معينة قبل ما أبتدي أعرضها على البنك أو جهة التمويل العقاري قبل ما أبتدي أولو ما نعايز الشقة دي نمرت واحد لازم أتأكد أن الشقة دي مسجلة شهر عقاري مظبوط نمرت اتنين الشقة كاملة التشطيب يعني كاملة التشطيب وجهزة للسكن يعني مش مسجلة شهر عقاري دي يعني مش مخلفة يعني معلاش مخلفات دي نقطة مهمة جدا يعني نحط حتيها خمسين خط حتى لو في تصالح اتعمل التصالح أشوف التصالح لما التصالح اللي هو قانون 17 بتاع التصالح بيبقى في حاجة اسمها نموذج 9 ونموذج 10 نموذج 9 اللي هو من لجنة التصالح بقبول التصالح على الوحدة دي وبتحدد القيمة بتاعتها تمام بيصدر لك بعد كده نموذج 10 إن انت خلاص تصالحتي عليها طيب التصالح ده ممكن يبقى فيه تلات حاجات نمرت واحد رفض التصالح دي نقطة المعروفة أنا رفضت التصالح على القطع دي مين اللي رفض لجنة التصالح والحي رفض يعني مش صاحب العقار لا مش صاحب العقار أنا جيت لقيت أن أنت بنيت بعد صدور العمل باللاحة التنفيذية بالقانون فرفضت لك التصالح فتفضل يبقى دي نقطة مهم اتنين طيب لما بتيجي حضراتك بتدفعي 8 التصالح بتدفعي كله 100% وبتاخذي خلاص يبقى بتاخذي الورقة أن أنت بخالصة تمام ممكن التالتة أن أنا قصت قيمة التصالح على ثلاث سنوات لما أجد دخلها في التمويل العقاري وخدتها والراجل بعد سنة ما كملش بقية الإقصاد بتاعته يرفض التصالح يبقى عندنا مشكلة فعشان كده أنا أقول يبقى عندنا مشكلة بعد ما خدت القرد أو بعد ما دخلت في التمويل العقاري أنا عندي بقصة مصلحتي على ثلاث سنين في السنة الثانية أنا ما دفعتش وأنا قريدي خلاص أن أخذت التمويل العقاري أنتقل الملكية فين حضرتك ما هو ما فيش نقل ملكية هنا هو ما يقدرش البنك هيتصالح على حاجة عليها مخالفة فمش منتهية فالملكية هتروح للبنك أحسنتي أنا مش هبقى صاحبة العقاري أو مش صاحبة الوحدة لا غير كده كمان البنك مش هيقدر يعني يخليك تشتري الشقة اللي عليها لسه إصاد تصالح لازم تكون خلصانة ما عليها أي مخالفات القانون واضح ما فيش عليها أي مخالفات تمام الملكية بتاعتها واضحة طيب النهاردة أنا باجي وأقول لحضرتك أنا شايف أن الشقة دي أنا عايز أشتري الشقة دي بمليون ومئتين ألف أنا شايف أنها مشية مع القانون اللي أنا عايزه طيب بييجي لجنة الخبرة اللي بتنزل من البنك أو من شركات التمويل العقاري بتنزل بتعمل تقييم دي نقطة برضو دي نقطة مهمة جدا لازم نحطها في الاعتبار يعني أنا بقول صاحب الشقة حضرتك عندك شقة وعايزة وأنا عايزة أشتريها من حضرتك كتمويل العقاري حضرتك بتقولي دي الشقة دي تمانها مليون ومتين ألف معلش هي الشقة لازم تبقى جديدة لا مش شرط مش شرط عم ما حكومت تكون جهزة للسكن تمام تمام بس ده أو يعني مش طب أحمر ومش محارة لا يا فنم لا لا جهزة للسكن متشطبة يا فنم كاملة مفيش نصف تشريب آه طمم مفيش شمكة آه دي نقطة طمام بقانون واضح فيها جهزة إن أنا أخش هسكن على طول مش أستنى تلات أربع سنين طيب حضرتك جيتي قلتي لي بشمهندس أنا عندي شقة عايزة بيعها بمليون ومتين ألف مثال يعني فأنا بأخذ الرقم ده وبروح للبنك كله ما أنا عايزة أشتري الشقة بمليون ومتين ألف البنك في الخابل أنت تتعالي السعر بالضبط بينزل دلوقتي لجنة من التقييمة العقارية دي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بنا منها في أثناء تطبيق القانون اللجنة دي بتنزل عندها تقييم للمناطق وعندها تقييم للشقة دي بالذات فبتقولك والله اللي 8 مليون ومتين ألف زي ما حديك بتقولي دي 8 مليون ومتين ألف يبقى ده بقى عرض وطلب دلوقتي ييجي دلوقتي يقولك لا أنا مش أبيع يا خلاص أنا مش أخد تمويل العقاري أنا عايز أبيعها زي ما أنا مش عايز شكرا وانا مش فرق اللي عنده الوحدة السكنية مش هو اللي بيروح ياخد التمويل أنا اللي عايز تمويل العقاري أنا عاجباني الشقة اللي في الكمباوند دوت أو في الحتة الفلانية بشوف سعرها قد إيه وبييجي اللجنة بتقيم هذا الكلام طب فرضا اللجنة قالت لا والله ده هو باعهالك كده هي 8 مليون ومتين هل هي صح هذا الكلام ولا لا إذا لقيت أن السعر بتاعها أعلى من القيمة التقديرية اللي موجودة ليس حق للجنة أنها تقول كده